دلوقتي انا عملت البحث عرض رحلات الطيران المتوفرة على العملاء بتاعي عمل الحجز هل ده كده خلص خلصنا الجرني كده خلصت لا زي ما اتكلمنا في مرحلة او في رحلة الحجز انا ممكن اقدر اعرض عليك خدمات مكملة للرحلة بتاعتك زي ما اتكلمنا على اختيار الكراسي او اضافة حقائب او ان انت تختار الوجبات بتاعتك في خدمات اخرى احنا ممكن نجيبها من انظمة الكترونية تانية وينتم برضو الربط معها بنفس الكونسبت بتاع ال اي بي اي وهو هو نفس المفهوم اللي بيتم الربط ما بين النظام بتاعنا او الويب سايت بتاعنا واي سيستم اخر خارجي زي التأمين حضرتك محتاج تأمن على الحقائب لقدر الله ان شاء الله بتاعت او تأخرت او فقدت او تكسرت او اي حاجة في تأمين على الحقائب مقابل الرسوم بسيطة بتدفعها انا باخد منها نسبة وحضرتك بتستفيد بالخدمة لقدر اللي حصلت لك اي مشكلة كمسافر تأمين الطبي لقدر الله حصل تأمين ضد الالغاء وكثير من خدمات ايه التأمين طيب حضرتك محتاج واي فاي او الكترونيك سام شريحة الكترونية علشان الانترنت انت مسافر سياحة اسبوع اثنين في دولة ما عندكش فيها انترنت فلسه ما تنزلش بقى المطار وتروح تقاف قدام شركة الموبايل علشان تاخد تاخد شريحة تركابة في تريفونك لا اسم شريحة الالكترونية مجرد ما تشتريها يتبعت لك الكيوار كود على الايميل بتاعك بقى عندك شريحة فعالة ومفعالة من التاريخ اللي حضرتك ان شاء الله توصل فيه بالسلامة لتاريخ حاودتك عايز تعمل على صلاة الضيافة او اللونج باس تقدر تشتري الكلام ده برضو من خلالي كل ده بيتم او هذه الخدمات التكملية كلها بتتم من خلال الرابط مع انظمة مختلفة وكل ما انت بتتوسع في الاعمال الالكترونية بتاعك وحجم السوق بتاعك بيكبر بتبدأ تفكر في ايه الخدمات اللي مفيدة بالنسبة للعملة بتوعي اللي نقدر اعظم بها من ارباحي ومدخولي بشكل عام وفيد بيها العملة بتوعي او المسافرين اللي بيستخدموا الخدمة بتاعتي لحجز حالتهم وطبعا الكلام ده بياخد وقت ومجهود وتكلفة مش بسيطة فعشان كده مش اي حد او مش ما بتلاقيش الخدمات دي بيتم توفرها بشكل واسع النطاق عند الكثير من الـ Online Travel Agencies موسيقى موسيقى